قال لي أنا أبغى أعلم قصة الوالد قلت سمع عطني قصة الوالد قال والدي قبل شهرين ونص كان يعاني من السرطان وكنا نعاني معه معانات ما يعلمها إلا الله عز وجل حتى يعني اللي بغينا نكلمه نفسه يعني في خشمه ما يبي يكلم أحد لدرجات من الآلام والهم اللي فيه البشرة عنده صارت سمراء وجلد على العظم عشان نعطيه الدواء عشان نأخذه نعطيه معاه نتعب يقول سبحان الله ذاك اليوم أنا أقلب في القنوات وأنا عنده وأطيح ولا جاويد يقول قلت خل المهيدب بشوف شو عندهم كده يقول أتساءله نفسي يقول سبحان الله وهو راقد قالت عينه للشاشة فحسيت إن في شيء عجبه يقول فما وخر عينه أبد عن الشاشة يليه نخلص البرنامج قلت لأهلي شوفوا البرنامج هذا الإعادات والشغل كله شغلوه له باستمرار كل ما جاء شغلوه له يقولوا بدوا يشغلونه له يقول اسبوعين طبعا يقول يوم خلص البرنامج قلت لها أعجبك يقول قالي إيه إيه هذه فتح إيه فتح قاليه كده بهدوء يقول ما عارف أنت فاهم معي يعني خلاص يقول اسبوعين وإلى نفسيته حلوة وإلى صحته يعني معي معي الله صحته رادت له يعني مؤمون طبعا السرطان مسيطر عليه لكن أنور وجهه وزانة بشرته يقول اسبوعين يقول شهر وإلى أفضل وأفضل يقول ليه شهرين ونص الآن من شهرين ونص وعنا مع الوالد في يعني انبساط تام لدرجة أجمعت الخير أنه يقول إلا بغي يذكروا البرنامج ما يقول جو ولا جاويد وش يقول جو ربعي شوفوا ربعي نقول ربعي هم جو ربعي ولا مبعد جو ربعي فكان يسمينا ربعي وهذه أكبر مكسب نكسبه يعني في إدخال السرور على هؤلاء قلت لطايم الوالد الآن وش وضعه قال توفي السبوع الماضي قلت يا رجل يا رجل الله يهديك المفروض أنك زهم علينا قبل نزوره ونسلم عليه يكفي أن يكون تكون علاقتنا فيه المتحابين في الله تكفي هذه قال والله أني استحقت قلت والله أنك اخطيت علينا لكن لسأل الله أني يغفر له وأن يرحمه هذه مشاعر يعني شخص يذكر لي حال أبوه أنا ودي الحقيقة اللي عنده مشاعر راحنا نقولها ونفرح بها عن والدي عن والدته عن والده عن قريب له من كبار السن بالذات يعني لا يحرمنا أن نسمعها منه قد توقف توقف نسمى توقف توقف موسيقى اشتركوا في القناة